الكلمة الروحية الجميلة نبتدي مع حضراتكم أخبارنا دلوقتي ولأول مرة مصر تطرق باب منتجعات السياحة العلاجية ووقعت هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة مكسيم للاستثمار عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر بالمنطقة الاستثمارية فين بقى؟ في الصف في الجيزة مركز الصف في الجيزة وحسب البيان تقدر استثمارات المشروع بحوالي 1.5 مليار جنيه أو بالعملة الأجنبية 48.5 مليون دولار وهيقام على مساحة 40 فدان وهيوفر أكتر من 4500 فرصة عمل وإذا كان ده أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر أعتقد مصر أصلاً يعني من أكتر دول العالم اللي يصلح يكون فيها سياحة علاجية ليه ينفعها تكون سياحة علاجية؟ طبيعة الجو طبيعة الأماكن الأماكن الخلابة في مصر وهي كتيرة جداً 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 في كتير بلاد في العالم فيها أماكن خلابة لكن ما عندهمش الجو بتاعنا ما عندهمش منطقة زي ما فيش منطقة زي سيوة في العالم ما فيش منطقة ممكن تلاقيها زي مناطق كتيرة حوائية يعني مش عايزة أقول أماكن بعينها بس مصر مليانة حاجات كتيرة جداً فأنا بقول إذا كان ده بداية للمنتجعات السياحة العلاجية في مصر فهي مش نهاية ويبقى فيه منتجعات سياحة علاجية كتير جداً جداً في مصر إن شاء الله الفترة اللي جاي نروح لهيئة الأرصاد الجوية والدرجات الحرارة يمكن إحنا من مبارح بنقول أن هيئة الأرصاد بتنوه إن فيه انخفاض ودرجات الحرارة من 3 لأربع درجات تقريباً فيعني الجو هيبقى برد كمان بتنوه النهاردة بالليل هيبقى برد جداً فخلي بالكل عنده أي حاجة تخليه برا البيت النهاردة بالليل يلبس بقى تقيل والشتاء أعتقد أن دلوقتي هنبتدي نقول أنها خلاص ابتدت تشد كمان فيه تنويه على ارتفاع الأمواج وعلى الرياح ونشاطها في المحافظات السحلية فبرضو يعني أصدقائنا في اسكندرية وفي المدن السحلية يخلوا بالهم عشان نزلات البرد كمان المنتشرة الأيام دي نشوف درجات الحرارة حالاً على الشاشة من حالة الجو إلى المنتخب المصري منتخب مصري يطير إلى كوديفوار استعداداً لحملة اقتناص لقب أفريقيا الثامن إن شاء الله منتخب مصر سافر بالأمس إلى كوديفوار حيث بطولة أفريقيا وخلي بالكم مصر في آخر ثلاث بطولات لأفريقيا وصلت مصر للنهائي مرتين وللأسف المرة اللي ما وصلتش فيها كان بيتلعب في مصر حاجة تكسف يعني لكن بنتمنى إحنا المرة اللي فاتت وصلنا للنهائي وقدمنا بطولة كويسة واخسرنا في النهائي بدربات الجزاء نتمنى إن المرة دي يحصل إن احنا نوصل إن شاء الله للنهائي ونقتنص البطولة نستحقها الحقيقة عندنا مجموعة من اللاعبين كويسين جدا وأنا بتابع الكرة من زمان ودايما لما تلاقي الجمهور يقول لك إيه ده منتخب فاشل هيروح ما يعملش حاجة يعرف إن المنتخب دايما يوصل للنهائي ويحق فرص كويسة أنا فكر في 98 كان يقوله الجهر يواخد اللاعيبة وراح يتفسح وجايه يطلع من دور الأول وصلنا النهائي واخدنا البطولة 2006 كان نفس القصة قالك ده منتخب تعبان وحسن شحاتها مين ده اللي جايبينه يقود المنتخب ده معرفش إيه ده إيه ده إيه ده إيه رجل راح جاب البطولة وجايه وبعد كده اخدها في 2008 و2010 ودول كانوا آخر ثلاث بطولات لينا في أمم إفريقيا كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب المصري وللعبتنا يا رب أصدقاءنا في استنوية العامة وتسجيل استمارة استنوية العامة الرابط أو اللينك لو يعني زماننا لحقوا بس يحطوا على الشاشة دلوقتي هتلاقوا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم هيكون متاح من الأسبوع الجاي أن حضرتك تملى الاستمارة إلكترونية تملى الاستمارة إلكترونية هتدخل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم هتلاقوا لينك تسجيل الاستمارة هتسجل البيانات بتاعتك فيها وهتلاقوا مكتوب كل الشروط والموعيد بتاعت الامتحان وكل حاجة لكن لازم نخلي بالنا عشان الأسبوع بتاع التسجيل ما يروحش علينا موعيد الامتحانات هتبقى 22-6 دي بداية امتحانات الدور الأول 24-8 هيكون بداية الدور الثاني بالنجاح والتوفيق والمجموع وتحققوا كل اللي نفسكوا فيه يا رب تعديلات طفيفة على توقعات البنك الدولي لنمو اقتصديات المنطقة رغم التوترات طبعا بيبقى فيه دايما توقعات للبنك الدولي لكل دول العالم مش بس مصر وتوقعاته للشرق الأوسط دايما توقعات مش متفائلة يعني دايما توقعات لا تشبع التفائل خاصة للدول المستوردة للبترول زي مصر مش دول مصدرة للبترول زي دول الخليج لكن بتكلم النهاردة عن الدول اللي هي زينا دول نمية بتسعى إلى مزيد من الفرص معتمدة اعتماد كبير جدا على الفرص السياحية المتاحة على أمور أخرى زي مصر بيبقى التوقع مش أحسن حاجة بيبقى التوقع بتشوبه نسبة من عدم اليقين أو عدم التفائل فتوقعاته بيقول يعني طالما في الحرب دايرة في غزة فهتفضل مناطق كتير منطقة الشرق الأوسط أو بلدان كتيرة في الشرق الأوسط تعاني اقتصاديا وخاصة مصر هو البنك الدولي اللي بيقول كده وده الحقيقة ده واقع يعني حتى سيادة الرئيس لما كان بتكلم في الأداس ليلة العيد كان بتكلم بيقول يعني إن شاء الله ننهي الحرب الموجودة في القطاع لأن طول ما في حرب حواليك طول ما الدنيا صعبة والنمو بيبقى صعب جدا جدا أنت الحرب في قطاع غزة أثرت عليك اقتصادية نعم أثرت اقتصادية قللت عدد السياح أو لغت رحلات سياحية في الشتاء اللي هو الموسم بتاعك أيه حصل حصل هاتو أي حد في مجال السياحة هيقول لك آه أثرت بشكل سلبي فأنت عندك مشكلة في ده عندك مشكلة ناحية باب المندب والحوسيين ويعني وحالة الفوضى اللي بتحصل هناك فده بتأثر عليك حتى لو بشكل قليل فأنت عندك المنطقة متوترة جدا لكن إن شاء الله يحل السلام في المنطقة والاقتصاد ينمو الاقتصاد عمر ما فيه اقتصاد بينمو برضو كده يعني إحنا بننزل كده لكن ما ينموش كده النزول في الاقتصاد سهل في يوم ويلة تبص تلاقي ضيعت مدخراتك ولا فيه مشكلة عندك حصلت زي لو تفتكره في 2011 ما شاء الله صرفنا الخزين بتاعنا كله اللي كنا محوشينه في البنك المركزي من العملة الدولارية صرفناه قعدنا عليها وكان الدول الخليج بتبعت لنا عشان نعرف نجيب دقيق ونأكل ونشرب لكن لما تيجي تنمو تنمو واحدة دي طبيعة الاقتصاد لكن إن شاء الله يبقى فيه استقرار وفي نمو في الاقتصاد إن شاء الله الفترة اللي جاي نختم أخبارنا وإن شاء الله الفقرات النهاردة تعجبك وتبقى مفيدة لحضراتكو هيبقى عندنا فقرة أكيد يعني كلنا بنحتاج نحس بالمشاعر الحلوة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هي الأمان العطفي يمكن المصطلحة غريب شوية لكن فيه إحساس بالأمان ومشاعر معينة خلينا نقدر نتجاوز مشاكل أحداث ظروف صعبة مهما كانت الدنيا حوالينا لكن دايما نحس فيها بالأمان إيه هو الأمان العطفي وإيه المشاعر اللي احنا بنحسها ولو مش موجودة نحس بإيه نتكلم في الموضوع ده بشكل أكبر كمان كثير من الشباب أو من الأسر اللي بتفكر في الهجرة لكن الهجرة بشكل منظم وبشكل رسمي وبنظام النقاط مثلا فالهجرة لأستراليا ده البلد اللي احنا نتكلم عنها النهاردة لو بتفكر للهجرة تعمل إيه وإيه الأوراق اللي مطلوبة منك وإيه النقاط اللي انت مفروض تجمعها ولو هتسافر لدراسة ولا لشغل إيه نوع الفيزة اللي انت هتاخدها وتاخدها إزاي كل التفاصيل لو انتوا حابين برضو تسألوا عن حاجة معاناة تقدروا وتبعثلنا ونحاول نجاوب على كل أسئلتك بعد الفاصل